أخ يسأل يقول نحن نسكن في بيت إجار وقبل يومين جاءت صاحبة البيت يعني مالكة البيت الذين استأجروا منها وقالت ابنتي عملوا لها سحرا في هذا البيت ثم جاءوا بشيخ وعمل رقية في البيت ووضعوا مادة لا أعرفها بماء ثم رشوا الماء على البيت ومن ضمنها على أغراض بيتنا غراض ملكهم يعني ربما قنفات كنتور أخشاب شي رموا هذه المادة التي وضعوها في الماء رشوا بالبيت وقع منها على غراض الغراض للمستأجر مولي أبو البيت وقالوا لنا أن البيت فيه سحر وفعلا حسب ما يقولون بأنهم وجدوا ثلاثة سحور ثم بعد ذلك الشيخ حذرنا وقال لا تبقوا في البيت فإن هذا غير جيد عليكم وبعد أن خرجوا من البيت لم نرتح إلى الآن وصلنا نراكوا بيس ولا نستطيع أن ننام بالليل هل هذا الشيخ يؤذينا نرجو الرد نصيحتي لكم أخرجوا من هذا البيت نصيحة أخرجوا من هذا البيت سواء كانت هذه الحركة مجيء الشيخ سواء كانت حقيقية أو كانت مناورة استغفروا الله أنا لا أتهم أحدا ربما تكون صحيحة فإذا كانت فعلا صحيحة وأنه فعلا وجدوا هذا السحر فما الذي يبقيكم ببيت كان بس حورا اخرجوا منه أو ربما مناورة استغفروا الله أنا لا أعرفكم ولا أعرف من هو صاحب البيت لا يجيني صاحب البيت ويقول انتقرت على نهي أنا ما دعتهم إنسان بعينه ولا أدري شنو لكن قد تكون مناورة ربما هم جايبين هذا السحر وقالوا ولي قيناعدكم وربما هذه المال الذي رش عليكم قد يؤذيكم وربما أنتم المقصودون لكن الشيخ يبدو أنني يتوسلم وصافية لأنه نصحكم بالخروج نصحكم بالخروج فنصيحة أخرجوا من هذا البيت نعم